السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الخامس الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح عن شرطة شارك ونحمل مراجعة على المفهوم الأول احتياجات النبات وحل أسئلة اختبر نفسك من كتاب الأضواء على المفهوم الأول احتياجات النبات من الوحدة الأولى العلاقات الغزية بين الكائنات الحية من منهج العلوم الجديد للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب شارك سجل أدلة كعالم هنا بيقول لنا احتياجات الشجرة لقد تعرفت على احتياجات النبات الآن حاول وضع تفسير علمي عن تراكيب النبات التي تساعده في تلبية احتياجاته هنا عندنا التساؤل بيقول لك كيف تستفيد أجزاء النبات من الماء والهواء والضوء للقيام بالعمليات الحيوية يبقى كيف تستفيد أجزاء النبات من الماء والهواء والضوء للقيام بالعمليات الحيوية فهنا عندنا الفرد الفرد أن تستخدم الكائنات التراكيب متخصصة للحصول على احتياجاتها الأساسية من الماء والهواء والضوء كل جزء من النبات له وظيفة للمساعدة في البقاء على قيد الحياة يبقى عندنا الفرد أن النباتات تستخدم تراكيب متخصصة للحصول على احتياجاتها الأساسية من الماء والهواء والضوء كل جزء من النبات له وظيفة للمساعدة في البقاء على قيد الحياة طيب هنا أقول لك الدليل أن معظم النباتات بتمتص جزورها الماء والغزاء من التربة ثم تنقل الصاق الماء إلى الأوراق إبا الدليل بتاعنا أن معظم النباتات بتعمله بتمتص جزورها الماء والغزاء من التربة بعد كده الصاق بتنقل الماء إلى الأوراق تنقل أوراق النبات الهواء وضوء الشمس وتستخدمهما لإنتاج الجليكوز اللي هو غزاء النبات من خلال عملية البناء الضوء يبقى الأوراق بتنتص الهواء وضوء الشمس وبتستخدمهم لإنتاج الجليكوز والجليكوز ده هو غزاء النبات من خلال عملية البناء الضوء ضوء الشمس حاجة أساسية فالنباتات لا تزهر في غياب ضوء الشمس يبقى ضوء الشمس حاجة أساسية النباتات لا تزهر يعني لا تكون أظهار في غياب ضوء الشمس طيب هنا عندنا التفسير العلمي بتستخدم النباتات تراكيب متخصصة للحصول على احتياجاتها الأساسية من الماء والهواء والضوم وكل جزء من النبات له وظيم فتساعده على البقار إبا النباتات بتستخدم تراكيب متخصصة للحصول على احتياجاتها الأساسية من الماء والهواء والضوم وكل جزء من النبات له وظيفة تساعد على البقاء معظم النباتات بتمتص جزرها الماء والغزاء من التربة ثم تنقل الصاق الماء إلى الأوراق بتمتص أوراق النبات الهواء وضوء الشمس وبتستخدمهم لإنتاج الجليكوز وهو عبارة عن غزاء النبات يتحول ضوء الشمس إلى طاقة كيميائية في الأوراق يبقى ضوء الشمس يتحول إلى طاقة كيميائية في الأوراق يتنقل أوعيد اللحاء في النبات الغزاء إلى جميع أجزاء النبات يبقى أوعيد اللحاء يتنقل الغزاء إلى جميع أجزاء النبات إذا لم يتم تلبية احتياجات النبات الأساسية لها من ماء وهواء وضوء الشمس فلن ينمو وقد يموت فلن ينمو وقد يموت مراجعة احتياجات النبات الاحتياجات الأساسية للنبات اللي يضوء الشمس الماء الهواء الغزاء من الطربة وقلنا أن الطربة ليست من الاحتياجات الأساسية للنبات أن الطربة ليست من الاحتياجات الأساسية للنبات بعد كده أجزاء النبات واحد الجزر الجزر بيمتص الماء والغزاء من الطربة إلى النبات بيثبت النبات في الطربة ثاني حاجة الصاق الصاق بينقل الماء والغزاء من الجزر إلى باقي أجزاء النبات عبر أنابيب تسمى أوعية الخشب الأوراق أهميتها أو وظيفة الأوراق صناعة الغزاء للنبات عن طريق عملية البناء الضوئي طيب عملية البناء الضوئي هي عملية يستخدم خلالها هي عملية يستخدم خلالها النباتات الماء والهواء وضوء الشمس لصنع غزاءه وهو الجليكوز يبقى عملية البناء الضوئة عملية يستخدم خلالها النباتات الماء والهواء وضوء الشمس لصنع غزاءه وهو الجليكوز ضوء الشمس زائد الماء زائد ثانوكسيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيجيج الضرانية والثقان المدادة الظهرة العضو المسؤول عن التكاثر في النبات الظهرة العضو المسؤول عن التكاثر في النبات التكاثر في النبات عملية إنتاج نباتات جديدة من نفس النوع إبه إيه هو التكاثر في النبات؟ عملية إنتاج نباتات جديدة من نفس النوع خطوات عملية البناء الضوء أول خطوة معنا تقوم الأوراق بامتصاص ضوء الشمس والهواء غاز سانوكسيك كربون من البيئة المحيطة الخطوة الثانية تحول الأوراق الطاقة الضوئية من ضوء الشمس إلى طاقة كيميائية متمثلة في الجليكوز الذي تنتجه الخطوة الثالثة تنقل أوعية اللحاء الجليكوز من الأوراق إلى أجزاء النبات الأخرى تستخدم خلايا النبات السكر كمظل الطاقة لكي تبقى على قيد الحياة الخطوة الخامسة تطلق النباتات غاز الأكسوجين الذي تحتاج إلى الكائنات الحية الأخرى هنا عندنا أوعية الخشب أنابيب صغيرة تنقل الماء والغزاء من الجزر إلى باقي أجزاء النبات أما أوعية اللحاء أنابيب صغيرة تقوم بتوصيل الغزاء من الأوراق إلى جميع أجزاء النبات بعد كده طرق انتشار البزور واحد حركة المياه مثل بزور جوز الهند أو حركة الرياح مثل بزور الهندباء أو الالتصاق بفراء الحيوان وملابس الإنسان مثل بزور القطي وبعد كده رابع حاجة الانتقال في غزاء الحيوان والنبات مثل بزور الطماطم وبزور التفاح هنحل أسئة اختبئ لنفسك على المفهوم الأول من كتاب الأضواء واحد تقير الإجابة الصحيحة واحد تمتص الأوراق نقط من الهواء الجو لإتمام عمية البناء الضوئي هنا مدينا مجموعة اختيارات الأكسوجين الهيدروجين ثاني أكسيد الهيدروجين ثاني أكسيد الكربون إبه الأوراق تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء الجو لإتمام عمية البناء الضوئي فنختار ثاني أكسيد الكربون رقم اثنين ينطلق من النبات غاز نغط كأحد نواتج عمية البناء الضوئي مدينا مجموعة اختيارات الأكسوجين الهيدروجين ثاني أكسيد الهيدروجين ثاني أكسيد الكربون إبه ينطلق من النبات غاز الأكسوجين كأحد نواتج عمية البناء الضوئي فنختار الأكسوجين رقم ثلاثة تستخدم النباتات الطاقة من نغط لتتمكن من صناعة غزائها بنفسها هل من ضوء الشمس والهواء والتربة والماء تستخدم النباتات الطاقة من ضوء الشمس لتتمكن من صناعة غزائها بنفسها فنختار ضوء الشمس رقم أربع تنتشر البذور الجافة خفيفة الوازن بسهولة عن طريق هل الرياح ولا الماء والالتصاق بفرو الحيوانات ولا فضلات الحيوانات تنتشر البذور الجافة خفيفة الوازن بسهولة عن طريق الرياح فنختار الرياح في رقم خمسة تنمو السيقان نغط أفقيا فوق سطح التربة مثل نبات الفراولة هل المتسلقة ولا المدادة ولا الخشبية ولا الدرانية لا السيقان المدادة فنختار المدادة تنمو السيقان المدادة أفقيا فوق سطح التربة مثل نبات الفراولة رقم اثنين اختر من العمود به ما يناسب العمود ألف العمود ألف يبلنا أوعية الخشب الصخور أوعية اللحاب أوعية الخشب نختار لها تنقل الماء والغزاء إلى أعلى لباقي أجزاء النبات فنكتب هنا رقم واحد الصخور فتحات صغيرة توجد بالأوراق يدخل منها الغازات إلى النبات فنكتب هنا رقم اثنين أوعية اللحاب تنقل الجليكوز من الأوراق إلى أسفل لباقي أجزاء النبات نكتب هنا رقم ثلاثة السؤال رقم ثلاثة بيقول لك ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية واحد يستخدم النبات ضوء الشمس في الحصول على الطاقة العبارة صحيحة رقم اثنين لا يحدث أي تحولات للطاقة في عمية البناء الضوئي العبارة خطأ رقم ثلاثة يساعد الجزر على تثبيت النبات في الطربة العبارة صحيحة رقم اربعة يستهلك غاز الأكسوجين عند القيام بعمية البناء الضوئي بينما ينتج عنها غاز ثانيوكسيكربون وده العبارة خطأ السؤال الرابع أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين واحد يساعد نغط النبات على امتصاص ضوء الشمس وتلون الأوراق باللون الأغضر يساعد الكوروروفيل يساعد الكوروروفيل النبات على امتصاص ضوء الشمس وتلون الأوراق باللون الأغضر رقم اثنين تتم صناعة غزاء النبات فيه الأوراق والجزور لا في الأوراق فنختار الأوراق رقم ثلاثة تتكاصر النباتات عن طريق الأزهار والأوراق تتقاصر النباتات عن طريق الأزهار فنختار الأزهار وبكذا يكون وصلنا معكم في نهاية درس النهار أرجوكم استفدتم معنا لا تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة